السلام عليكم كيف نتوما لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله نصلي علن بك في ملعدة عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الاقتراح لغد نتقسم معكم اليوم مضم تحضيرات شهر رمضان الكريم إن شاء الله سنحضروا مع بعض السيغار ديال السمك اي ديال الحوت اللي سنحضرهم واحد طريقة سهلة بساطة وكي يجيو إلداد بزاف أخواتي ما تشبعوشي منهم أنا أكيد سأتعجبكم الطريقة ديالهم وكذلك سنتشارك معكم كيف ملعدة طريقة ديال الاحتفاظ ديال بهم في المجمد ده بندز نشوف المقادير وطريقة تحضير كيف ملعدة فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله سنحتاج في المقادير عندي هنا كمية من السمك الابيض يعني الحوت بيض تستعملوا أي نوع ديال الحوت بيض متوفرين عليه أنا استعملت الميرلا أي ميرلوسا تقريبا 1-350 جرام عندي كذلك 1-350 جرام تقريبا ديال كخوفيت أي القامبة أو لانغوستينو اللي غدي نحيط له من بعد طبعا القشر دياله عندي هنا يجوج ديال الحبات ديال البصل متوسطين قطعتهم مرقاقين أي شلطهم وكمية من الفتر أنا غدي نستعمل الفتر هذا اللي يكون طازج يعني الفتر اللي يكون طريق تقدروا تستعمل الفتر أي شامبينيونيس اللي يكونوا معلبين عندي هنا يكمية من الزيتون الأخضر اللي قطعته صغير وكمية لا بأس بها من القصبر كذلك 3 ديال فصوص ديال بتوم حكيتم أي بشرتم عندي ملعقة صغيرة مملوئة من الفلفل الأحمر أي بابريكا نصف ملعقة صغيرة من الكامون والملح ما تكتروشي بزاف أخواتي من الملح نستعمل تقريبا نوح نصف ملعقة عندي هنا الهريسة أو الشطة اللي كتفقة اختيارية ملعقة كبيرة من صلصة المركزة أي صلصة ديال الحك وعندي هنا ملعقة صغيرة من ثوابل ديال السمك اللي كيبقوا اختيارين بغيتوا تضيفهم أو تصغنوا عليهم عندي هنا جوج ديال العلب من شعرية الشينوى أو شعرية الصينية أو شعرية ديال أروس غد نستعمل فقط غير جوج ديال العلب تقدروا طبعا نزيدوا في الكمية ديال شعرية الصينية أي شعرية الشينوى فكيبقى لكم الاختيار ديب غد نزيدون طريقة التحضير خديت واحد المقلة اللي وضعتها على نار عالية يعني بوطة تستكون مجهدة وضعت فيها كمية من زيت النباتية لتقدروا تستبلها إما بالزبدة أو زيت الزيتون فكيبقى لكم الاختيار وكن أخذ ديال القطع ديال السمك ديالي أي ديال الحوت وكن خليهم هيدا كبار وغد نبدا نقليهم فقط غير باش تلقون لديك الماديا لون يعني كنقليهم على نار اللي عالية كنأكد عليها باش ما يبقوا شي فوق النار مدة طويلة وبقوا يتلقوا لكم ديال ما كيف ما كان عرفو السمك فما كيحتش بزاف ديال الطياب أنا رشيتهم واحد رشا خفيفة من الملح ورشا خفيفة من الفلفل الأسود أي اللي بزار لي ما تقسمتوش معاكم في المقادير ما تكتروش بزاف أخواتي من الملح لأن السمك كيف ما كنعرفو ما كيحتش بزاف من الملح سوف يغدين الصمر بنفس الطريقة تنسلي الكيمية اللي عندي كاملة من هات السمك الأبيض وفي نفس المقلة كان زيت فيها كيمية بسيطة من زيت نباتية وكان قلي أو كان صوتي هاد الكروفيت أو لانغوستينو أو القنباس من بعد ما حيتلهم القشر ديالهم كيف ما شاهدتم معايا بالنسبة للقشر ديالهم فأنا غدي نوضعو فوح طنجرة اللي فيها الماء وغدي نخليهم حتى كيغليهم زيان وذيك اللي ما ديالهم غدي نوضعو على ذيك شعر يدي الشينواء أو شعر يدي الشيناء كيف ما غدي تشاهدو معايا شعر يدي الأرز سافي غدي نصوتي هاد الكروفيت مزيان حتى هو وغدي نحيدو وفي نفس المقلة غدي نخلي في هديك الزيت اللي تلقت لديك القمرون أو الكروفيت وغدي نوضع هاد الفتر كيف ما اتكرت معاكم استعملت أنا فتر طازج أي فتر طري إلا كنتوا غدي استعملتو ما شامبينيون يسمع البين أي الفتر المعلف فطبعا ما غدي تصوتيهم شي ما غدي تقليهم شي فقط غدي تضيفوهم مباشرة مع الشار مولاء ديالكم من بعد أنا هنا في نفس المقلة وضعت ديك الفتر رشت لواح الرشة خفيفة من الملح وكذلك رشة خفيفة من الفلفل أسود وغطيت عليه وخليته على نار مهيلة حتى كي طيب تماما عاد كنحيدوه كي طيب وكي تأكيد في حال كي تقلم زيال كنحيدوه في نفس المقلة وضعت ديك جوج ديال الحبات ديال البصل كيف ما اتكرت معاكم عندي مقطعين رقاقين وضعت لهم واحد رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود وغدي نغطي على المقلة ديالي نتركه على نار اللي هي مهيلة ضروري أخواتي من هاد الخطوة هادي أننا نخليه البصل ديالنا حتى كي تعسل يعني على نار مهيلة تكي يرجح بحال هات الشكل هذا فكنت مننا تجربوا هاد الحشوة هاد بها الطريقة أنا أكيد غدي تعجبكم بزف لأنني حتى أنا كنت ضد أنني نعمل البصل في الحشوة ديال السامك كنقول يعني ما غايجي شي مزين ولكن من اللي جربت هالطريقة هجبتني بزف جد الحشوة الديدة ما تشبعوشي منا فهنا يا غدي نحضر الشرمولة اللي غدي نضيف الحشوة ديالي خطيت واحد الإناء وضعت فيه ديك ثلاث فصوص ديال التوم مع ديك الملحقة كبيرة من صلصة المركزة أي صلصة ديال الحك وديك القصبر كيف ما شاهدتوا معايا وديك الهريسة اللي كتبقى اختياريا وملحقة صغيرة من الفلفل أحمر أي بابريكا مع ديك نصف ملعقة صغيرة ملكامون ما تكتروشي أخواتي ملكامون مع ديك ثوابل ديال السامك اللي كيبقوا اختياريا كيف ما اذكرت معاكم عندي ني صلصة سوجة ما تقسمتاشي معاكم في المقادير غير نسيت وصافي ما نزلتاشي في المقادير إذا ما كنتوشي متوفرين عليها فغدي تقدرو تستغنوا عليها غير هي صلصة سوجة كيف ما كنعرفوك تبني نلحو ديال السامك واني عندي واحد ليمونة الحمضة اللي عصرتها حتى هي كنت عندي مع ديك السامك غير ما مذكرتاشي وصافي فعصرتها كاملة مزيان كيف ما شاهدت معايا وغدي نخلط الشرمولة ديالي عليها ديال الشكل هذا وغدي نضيف له واحدة واحد الكمية ديال زيت الزيتون فكيتوات زيت الزيتون ولكن نضيفوه حتى الاخر باش كيبقوا ديك الفوائد دياله يعني فمزياني ما نقلوشي في هالسامك ديالنا كنضيفوه الشرمولة هنا هي ديك القشر ديال القمرون او الكوفيت او اللانغوستينو اللي كنت حييت عملتو كيف ما ذكرت معاكم فو حتى تنجرة مع كيميا ديال الموخة اللي تحتغلها مزيان من بعد كنضيفوه لها تشعرية ديالي شعرية ديال الاروز او شعرية صينية او شعرية شنوه وكنخلي واحد خمس دقائق من بعد كنستقطرم ديك الماء اللي وضعت له وكمدا نقطعا نقطع صغيرة اخواتي نحاولو نقطعوها صغيرة لاننا غدي نحضروا للصيغاغ وللصيغاغ ما شيف حال باسطيلة يعني ضروري كوشي عني يكون مقطع صغير هنا عندي هاد لانغوستينو او هاد الكوفيت ديالي اللي قطعتو صغير ونهاي عندي ديك السمك الابيض حتى هو قطعتو صغير عندي هنا ديك الفتر اللي قليت كيجي لديد اخواتي اذا كنتم توفرن على الفتر الطازج كيجي لديد اكتر لان ما كنتوشي غدي تستعملوا الفتر او شامبينيوني اسمع للبين غدي تضيفهم في هاد المرحلة هادي يعني ما تقليوهم شي ضيفت كذلك ديك البصل اللي قلينا حتى تعسل كيفما اتكرت معكم تتمنى تجربو هاد الحشوة بهذا الطريقة هادي سفيك نضيفه جميع المكونات اللي حضرنا من قبل ديب غدي نضيف هاد السمك حتى هو سوف نحرق غير بشوية باش ما كي تفرتدش كل شي واو خايت تفرتد لانا غدي نعمروا كيفما قد كون بيهم لسيقا او بريوات فضروري القطع دياني كون صغارين باش مي قطعنا ناشي الورقة و باش كي يجو هيدا تسويين فسط الحشوة وكننضيف ديك شارية الصينية اي شارية ديال الاروز وكننخلط سافهنا بعد ما خلط جميع المكونات مع بعض كيفما كتشاهدوا معايا خدي التنجرة ديالي وضعتها على نار متوسطة كنعمل فيها كمية من زيت الزيتون غير كمية بسيطة باش ما تلتسقليش الحشوة ديالي في القاعد ديال التنجرة وغادي نفرغ ديك الحشوة اللي حضرت معاكم باش نقلوها شوية كنترك على نار متوسطة فقط واحد خمس دقائق ضروري اخواتي من هاد الخطوة هادي باش ديك التوم اللي ضيفنا في الشرمولة وكذلك باقي التوابل كي تلقوا لبنة ديالهم فانا كيفما شاهدت معايا ما قلت شرمولة بحدي تاعة ضيفتن السمك ديالي كنفضل انني نعمل هاد الطريقة هادي كتبقى ساهلة و جميع المكونات كي ياخدوا البنة باعطيتهم وكتجي الحشوة لديدة اكتر سافي كيفما اذكرت معاكم غير واحد خمسة ديال بقايق لا اكتر كنه مرة مرة كنخلط الحشوة ديالي سافي ومن بعد كنفرغاف واحد الاناء على هاد الشكل هادا غادي نغطيها ونخليها تتبرد عاد من بعد نشكل منها لسيقا غذيالي كنعمل واحد الورقة النشاف عاد كنغطيها بالبلاستيك هدائي وغادي نتركها حتى تبرد مزيان ما تستعملوش الحشوة اخواتي وهي ساخنة باش ما تقطع لكم شي الورقة ديالكم هانتو ما كتشاهدوا معايا هادية الحشوة اللي حضرت معاكم وعندي هنا يا ورقة ديال الفيلو او مسا فيلو طبعا تقدروا تستبلوها بالورقة ديال البسطيلة اي ورقة ديال الديول انا فقط متوفرة على الفيلو كيف ما كنذكر معاكم هنا في اسبانيا مع النشي ورقة ديال البسطيلة اي ورقة ديال الديول للجودة ديال مزيانة فكاللجقوا للفيلو بالنسبة للأخوات اللي كيسولوني يعني الفيلوميكي ناخده كي ناخده ميركادونا ولكن مؤخرا ما بقي ناشي كنشبرها في ميركادونا هادي كتر من أسبوع ما كي ناشي في ميركادونا لأنه بزاف دي الأخوات العربيات كي ياخدها أنا كنت خديت هادي أكثر من 15 يوم وكنت عندي في التلاجة كيف ماشح الدم بيدي Leslie؟ كان قسمة على اربعة guides فى اولو ميركادونا جوجهد Where you find out 2 tre person từ 3 i a a i E A and then i make sure you look good at me كيف نردب على البلستيك غدائى ويا وبالخصوص الشكل الفيلو ضرورى بقساط القضاء في الصفحة كما اذكرت معكم انا هذا الورقة الفيلو كانت عندي في الثلاجة مدة 15 يوم تقريبا لتخذيطها لانني كنعرف من اللي يقرب رمضان ما كتبقى شيف مركضونا يعني الاخوات كي يخذوها بزف فاللاحظت معي نشف شوية لان بقتل واحد مدة طويلة في الثلاجة وهي من اللي كتكون طريية كتكون رائعة وما كتتتهرش تماما اما من اللي كتبقى واحد مدة في الثلاجة فسكم تعطيه شوش دزيت يعني دهنوها مزيان بالزيت او لا تقدرو تدو وز بدا حتى تنشف تماما ديك الحليب دياله ودهنو بها المصة فيلو او ورقة ديال الفيلو ديركم سوف يمكنعمل الحشوة كيف ما كتشاهدوا معي وكنشد وكنشكل اللي سيقاغ ديالي بطريقة سهلة بالنسبة تشكال ده الورقة وبالخصوص الورقة اذا استعملتوها هيدا على شكل مستطيل فالطريقة دير تقطع يعني منكم كتحصلوا على واحد الورقة كتعطيكم اربعة ديالي سيقاغ كتقطعوها على اربعة وفي نفس الوقت يعني التشكال ديالك يجي ساهل بهذا الطريقة هادي اما بالنسبة الاخوات يعني بالخصوص في المغرب عندنا الورقة غزالة تبارك الله فكتقطعوها على ثمانية او لا على حسب الحجم دياللي سيقاغ اللي بغيتونتوما صافي فهنا هي كيف ما كتشاهدوا معي انا كندهل الورقة ديالي مزيان بالزيت اذا استعملتو الورقة ديال الباستيلة اللي كتكون مدهونة بالزيت فما احتشي الدهنوها فقط غير شكله صافي انا غادي نطيب لي سيقاغ ديالي في الفورن لهذا ما غادي نشده مبتاشي حاجة يعني ما غادي نستعمل شي ديك تطحين مع المه باش نشد البريوة ديالي صافي وغادي نكمل بنفس طريقة طريقة ساهلة وكنضم مضحف صورة فكناخد هاد المستطيلات وكندهنو مزيان بالزيت وكنعمل الحشوة في الوسط وكنتني لديك الحشيات ديال الورقة على الحشوة هيدا وكنشكل صافي انتوما وغادي نكمل كيف ما اذكرت معاكم بنفس طريقة حتى نسلي الكمية اللي عندي كاملة ماشاء الله كيف ما كنتشاهدوا معايا كنحصل على اكتر من خمسين حباب هاد الحجم هادا دا بغادي نتقصم معاكم طريقة ديالي الاحتفاظ بهم في المجمد طريقة المعتمدة اللي تقصمت معاكم في جميع المملحات اللي شاركت معاكم انني كناخذ واحد صفيحة او واحد صفيحة كنفرش للبلسطيق غدائي وكنعمل طبقة ديالي الصيغار او البريواز كتمنى اللي حدرتون تموه وكنفرق بين كل طبقة وطبقة بالبلسطيق غدائي كندخله من المجمد حتى يجمدوه عاد من بعد كنخرجوه وكنفرق على حسب الكيمياء اللي غدي نتناول في اليوم الواحد مثلا كنعمل عشرة ديالي الحبات في البلاستيق غدائي وكنلويهم مع بعثتهم وكنرجع من المجمد نالي كنبغين استهلكم اخواتي كنخرجوهم مباشرة وهم بقى مجمدين كندخلوهم من الفرن اللي كيكون عندي سخون من قبل يعني غير كنخرجوهم بقى مجمدين ما تخليوهم شي يدي سخون جي لوعة طيبوهم تخرجوهم وهم مجمدين يكون عندكم الفرن سخون دخلوهم يطيبو فهنايا غدي نتقسم معكم واحد الكيمياء انا غدي نطيبو في الفرن الفرن ديالي في هاد الاتناء كنكي سخون على درجة حرارة 180 دراجة دهنت الصفيحة ديالي بالزيت وكذلك الوجه ديالهم بالزيت ودخلتم حتى تتحمروا على هاتي الشكل هذا فكيف ما سمعتم معي القرمشة اللي كتجي في هاد الي السيغاغ هادو كي تجي ديك الحشوة الديدة نتمنى تجربوا حتى هادي غدي تعجبكم انا اكيدا سفي الوصفة دياليوم الفيديو دياليوم واحدة اللي هنا يوكي كنت سالا نتمنى يا ربي كنا الاعجاب ديالكم نضربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي ان شاء الله صلى وليفرسكم بزاف وبسلام